ده بليش برأيك سار الأعلام وصل لهون لأن القائمين على الأعلام هني صاروا هيك يعني لما اليوم مدير محطة معروفة جدا كانت رمز للمحطات باللبنان والعالم العربي بالرقي ولتطلع على شاشة هالمحطة كان بدك تحلمي وتحلمي 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 وتشتغلي ليل نهار ويمكن تطلعي ويمكن ما تطلعي يصير هو مثل والأعلى محطة الجرس أنه أين نجحت هاي المحطة نحن إذا بنجيبها بنهزبها وبننظفها ونعمل مثلها بنجيب مصاري طيب لما تصير طموحات وأحلام القائمين على الأعلام بلبنان هيدا النوع من الأعلام فبدك تشوفي هيك أعلام ولما يكونوا عم يستعينوا بأركين هيداك الأعلام فبدك تشوفي هيك أعلام يعني لما تبطل فيه مايمتا وجورج غانم وماشي دياء ويولا سليمان وماجي فرح ووردي واني طبعا بدنا نحكي كمان بكبار تيريفيزيون لبنان وكبار هيدا بدك تشوفي طبعا هيك أعلام بدك تشوفي هيك أعلام طبعا الجمهور بيحب يشوف هيك أبدا أبدا وأنتي بتعرف يعني أنا بالشارع وبسمع وفي نوع من الأرف من هيدا الموضوع بس الجمهور يعني بس الناس بتحب تسمع يعني بتحب تسمع بتحب تشوف هيك شي بس ما بتحب هالشي يعني فيه فرق أني كنت شوفي مثلا واحد بيحب يشوف بنت عرياني يتفرج عليها وبين أنه يروح هو يعري بنته أو مرته فيه فرق كبير يعني لما كنا عم نحكي بفترة من الفترات بالسعودية كنا عم نعمل استاتيستيك من زمان على برنامج ستار أكاديمي ستار أكاديمي كان برنامج مكسر الأرض كان السعودي يفوت يحضروا بالقوضة بس لما تسأليه بتشوف البرنامج بيقلك لأ هاي كتير مهمة هاي كتير مهمة أنه نحنا ما بدنا نشوف يعني نحنا ما بنقبل هاي النوعية بس إذا حطيتي لي هايك شي بشوفه يعني صارت اليوم نسمة المشاهدة هي الأولوية ما بقى في رسالة بالإعلام صار فيه تجارة رح فوت بعد معك أكتر بهذا النوع من البرامج بدي أحكي عن طلتك اللي كانت على الام تي في ومغادرتك للام تي في وعودتك إلى الجديد بالوقت اللي كنا عم نشوف إعلان ترويجي لبرنامجك ما شفناك شفناك على شاشة الجديد فينا نعرف الأسباب لأنه نحكى كتير حول هالأسباب منه نقال أنه السبب مادي منه نقال أنه أنا ما بحب جرح بحدا شخصيا لهالسبب أنا إذا بدك حملت أنا المسؤولية يعني أنا عملت بيان على تويتر وقلت أني أنا قررت بطل هايدي النوعية من البرامج لهالسبب وقفت يعني أنا ما بقبل إسمياً حط أنه برامج يوم التنين صرت أنا مثلي مثل أي مثلهم يعني أنا هيدا الموضوع خط أحمر أنا تبنيت هيدا الموضوع هلأ فيه أسباب إيه فيه أسباب بس أسباب مدية لا يعني أنا بالنسبة للأم تي في ما غلطوا معي مديا أبدا كان فيه تأخير على فريق عملي لتتحمل مسؤوليته الأم تي في كان يبتحمل مسؤوليته ناس تنين وبعدين تبين لنا أنه هادي الناس مش بيئيدهم يعني كان فيه ظرف معين خليهم يتأخروا ورجعت تسددت كل المبالغ خلينا نكون يعني منطقيين وقعطي الأصحاب الحق أنا كان عندي مشكلة بس بالأم تي في هي مشكلتين وأنا ما بحب أحكي عن هالمواضيع بس لأنه حدا مبارح نقال لي أنه أستاذ ميشيل المور زعلين مني أنا واعتبر أني أنا خداعتهم وفليت لأنه يبدو مسؤول ميشيل المور مش وصلت له الحقيقة اللي خلتني فل لأنه اللي بيوصله هو سبب أني أنا فليت وصله على طريقة الخاصة نحكي يا من الآخر اللي مرة لأني عرفت أنه ميشيل زعلين أنا كنت مفكر أنه ميشيل متفهم ليش أنا فليت اكتشفت أنه لأ مخبرين وهني ليش فليت على زوء ميشيل ما خبروه أنه الكنترات معي لازم تتجدد كانت من شهرين وما تجددت كل ما نسأل يا جماعة الكنترات وين يلا يلا بكرة يلا يلا بكرة هو مسافر ما تجددت الكنترات فلما الكنترات معك ما تتجدد وكون في تأجيل وانت فيتي على موسم حقك تعملي 100 ألف حساب كان في مشكلة ببادجت الإنتاج بالعكس يعني برنامج كان عم بيعمل أرقام إيسية عندهم برنامج على الأقل نحن إلنا مش شاريين فورمان من بره أو جايبين بيج بروداكشن برنامج إنتاج ومحدود جدا عم بيعملكن هالأرقام الخيلية مفروض أقل شي بالموسم الثاني إنه إذا ما بتكون تزيدوا إنتاج ما تنقصوا صح؟ صح فهني كانوا عم بنقصوا إنه بيعزر إنه ما معنى مصاري في أزمة ميلي لا أكتشف أنا ببعد الوقت إنه في برامج أخرى عم تتحضر على شاشة الـ MTV بملايين الدولارات طيب إنه قف على برنامجي هلا وقفت على 200 دولار إذا بتكون تزيدوا 200 ولا تنقصوا 200 وملايين عم تنكب عند غيري لا سوري فأنا جيت على الـ MTV جيت على الـ MTV لأطلع بصورة حلوة ونافس أنا بالجديد كنت إذا بدك حصان فالت واحدة يعني ثلاث كنوا معروفين شخصين ثلاثة بالجديد عم نتنافس مع بعضنا بصورة إنتاجية بتشبه بعضها بس أنا اليوم ما فيه يفوت بمنافسة مع زملائي بالـ MTV إنه فيتين غيري منافسين لإلي بـ Big Production بفنانين عم يندفع لهم بلاوة يجوا يطلعوا بديكورات بإنتاج وأنا أطلع عم بنفس بديكور صغير لأني رح بين أعور بيناتهم رح بين أعور بيناتهم أنا مني جاي لبين أعور ولمرأت عوّت أنا أني أعور بالمعنى المجازي أني كون درجة تانية أنا اليوم بيأخذوا لك أنه ايها؟ تفضلتوا يحورها على جديد تفضلوا الإنتاج تابعوا أندي بس برنامجك كان محضور وطاني خليفة محضور بباجئة عالي وبباجئة واتي وغلا أنا محضور بباجئة يعني بريح بيررباط نعم بنقلده شي هيك قالولي أنا ما شفت ايه بقلو لبيير لا ما قال هيك ما بعرف إيه أنه أنت فهمت اللعبة أنه بطلت العالم تحب هيدا نوع من البرامج لهيدا السبب لا هيدا 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 ضيفه قال ايه بس هو رد أنه ببرنامجه جديد كمان فهم اللعبة هيك كانت أحد أقالي أنه عم بيلتش أنه نحن عم بنقلده أنه هو دايما بيركد هذا الموضوع أنا مع أصلا إذا عم بقلد ما عم بقلده إلو أنا عم بقلد الفورما اللي هو شريع إذا هو هيدا قصده بس أنا هون طلعت أكيد أسكى منه لأنه هني راحوا دفعوا مصاري وباليوي وسنة ونص تحضيرات وا 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 تأجوا عملوا هالبرنامج أنا جيت إذا هو برأيه هيك استوحيت هالفكرة أنت اشتق على قد إمكاناتي ويروح يشوف الريتنج عنده بالإدارة تبع لمحطة يشوف أنا أدي عم بعمل ريتنج وروح يشوف هو أدي عم بيعمل ريتنج فمين بيكون طلع عسكر أنا ولا هو هلأ أبا من قدر نحسبها هيك لأنه أنت بتبلش 8.5 وبيبلش 9.5 مضل اللحق 2 ما هيدا 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 أفانتاج لقل ومش لقلي أنا لما عم بلش 8.5 بوجه ما في مثله اللي هو أهم برنامج كوميدي اليوم بلبنان وبوجه كان في دراما الالبي سي هيدا أنا عم بنقصلي من الأفريتش تبعي بس أنا لما أصير بوقته يعني أنا خلي يجيبه الريتنج لما أنا بلش وهو يبلش يعني لما أصير أنا ويجيبه بنفس الوقت يشوفه أنا وين أرقامي ويشوفه هو وين أرقامه هون أنا بيس شو بدي بالأول ينسى الأول يعني لما نكون نحن هالساعة بوجه بعضنا يتفضل يجيب الأرقام ويعرضه على الشاشة عنده جبت أرقام شفت طبعا الأرقام بتجي لقلي وبتجي لقلو فهو إذا هذا فكره أنه هو كتير عامل إنجاز كبير يعرض الأرقام على الهوة ساعتها بيعرف مين الأسكر الأسكر اللي دافع ملايين وقاعد له سنة ونص يشتغل وجاي بفريق عمل بثلاثين أربعين شخص وعامل العمايل ولا الأسكر اللي قدر يطلع بطاولة وكرسة وشاشة صغيرة يوصل الفكرة بطريقتها الصحيحة من دون سرقة ومن دون تقليد ومن دون أي شي ويعمل كل هالأرقام ساعتها هو بيقرر بينه وبين نفس ويقاف قبل المريه ويحمل هالأرقام وبيعرف هو مين الأسكر إذا هو عم بيحكي على قصة مين الأسكر خليدي بس بدي أرجع لنقطة مغادرة المغادرة الأمتي في غادرتها لأنه أنا كنت طالب جواب على العقد ما تجاوب العقد كان في شخص من المقربين جدا لستاذ ميشيل المور بدائرته الدايقة عنده مشاكل شخصية معي ومع حدا بفريق عملي ما كان يعني فوتنا بمتهات أنا ما إلي فيها بيننا وبين شركة الإنتاج اللي كانت عم تنتج البرنامج أنا دغري طلعت قدامي صورة الجو معلوف بصراحة فحسيت إنه هؤلاء الأشخاص ممكن ياخدوني مع آل المر اللي أنا بتربطني فيهم صداقة شخصية إن كان استاذ جابي أو ميشيل مع حفظ الألقاب وكارل وجهاد وكارول يعني هؤلاء الناس اللي أنا بحبهم بعيدا عن شغلي معهم يعني أنا بحبهم قبل ما جيت لعندهم بحبهم بعلاقة شخصية وبعلاقة عائلية وبعلاقة في محبة صادقة لإليه حسيت إنه هؤلاء الأشخاص اللي هني هلأ يمكن موصلين له لا ميشيل المر ليش أنا في الليل حسب ما هني موصلين له هني شخصيا أنا برأيي كانوا إخديني على نفس التنال لوصل إليه جو معلوف لما كان القرار إنه فصلوش وحطوه من ال من الام تي في لأنه كان عم ينقل الكلام غلط كان عم ينقل المواقف غلط عن لساني كان فيه نوع من التركيبات اللي عم تحصل لمصالح شخصية لقلهم ميشيل منه فاضي يفوته دقاء بكل شي ما زال بيربتك هاي الصداءة ما فيش صداءة طب بيربتني صداءة عادية بس مش صداءة إني أقدر يعني ما فيه تليفونات بين بعضكم حتى بس أنا ماني قادر إله عن شخص عيش معه إله عشرين سنة هلقد بيوسق فيه إله إنه هيدا الشخص هو سيء وأنا اللي منيح يعني فضلت الإبتعاد لما حسيت الأمور كلها ريكبي فوق بعضها وما عم يركب شي فضلت الإبتعاد أنا ويوان على حب وريضة مثل المصار هلأ من دون أي غبرة على العلاقة بين بعضنا ولا إني خلي ناس هني موجودين بكل المحطات على فكرة لما كنت بالLBC كانوا هون ناس يعني أمثالهم موجودين بالجديد أمثال هاودي موجودين وهذا اللي خلاني إني ابتعت سنة عن الMTV لكنها خلصنا من هاودي التدخلات ولما رحت على الMTV هني كمان موجودين هاودي موجودين وينما كان هاودي الناس اللي دايما ما بيحبوا حدا دايما عايشين بعقدة خوف في الآخر المنيح يعني أنا ما إليه بهودي العالم أنا بعدت حفاظا على علاقتي بآل المر وبالشباب والصبايا اللي بيشتغلوا بالMTV اللي أنا بحبوني ما رح خلي حدا ينقل عن لساني مواقف وكلام خاطئة تأدي إلى مشكل أو مشاكل لا تحمد عقبها فيما بعد جيت بكرامتي فليت بكرامتي جيت بكرامتي فليت بكرامتي ومحافظة على كرامتهم أنا ما في كلمي عن لساني نقالت لما كانت كل الصحافة عم تكتب إنه لأنه ما دفعوا له مستحقاته لطوني لأنه ما دفعوا مصاري مشين هيك توني فل أنا طلعت قلت مستحقاتي أخدت على آخر فرانك من الMTV لبالعكس يمكن هني بعد قلهم معي لأنه أنا ماضي على حلقات زيادة ما قدمتها ما قدمتها يعني هني قلهم معي مش أنا قلي معهم بالموضوع المادي لكن أنا عم بحكي لتكون حقاوي مش حقاوي أنا هيك أصلا أنا يمكن هني قلهم بعد معي أجارش ست حلقات أو خمس حلقات ماني عارف أنا ما عملتهم هاودي لأنه كنا نكملهم بالموسم التاني يعني هاودي هني قلهم ياهم معي مش أنا قلهم بكنا بتبدلهم بطريقة تانية أنا هلا طل ضايف شي مرة أنا هلا أنا هلا أنا هلا مستعد بدلهم لأنه قلتلك ما يجمعني بقال المر أكبر بكتير من الشغل أنا بحبهم قبل ما كنت أشتغل معهم ولكن ولنهار كنت أفكر حتى أشتغل معهم فبس أنا ما بقى اسمح بوضعي وبعمري وبخبرتي لبعض طفايليين أنه هني يفوتوا برازيت بأي علاقة خصوصا قد تأدي إلى إشكال يعني شفت شايف قدامي مثل شايف قدامي كيف تعاملوا مع ناس تانيين فما بدي أنا أوصل لهذه المرحلة ففلات بكرامتي لأنه هاودي الأشخاص أكيد 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 كانوا إخديني إلى مشكل بالعلاقة فلها السبب أنا فلات ولما شفت في تأخير من إبالون بتجديد العقد ومصرين على توطاية الباجت قلت ليه بدي أبا أنه صورة حلوة ديكور حلو إخراج حلو إنه دايما هيك بتترك توني من دون ما يكون فيه مشكل مع حدا دايما لما بتحس أنه الوضع بطل كتير ملائما لا بدي أترك لا بدي أوصل للمشكل فلات من الأل بي سي هيك همين فلات من الأل بي سي هيك لا هاي نفس الأسباب طبع ما فيه مشكل مع حدا ما فيه سوق تفاهم مع حدا سوق تفاهم صار مع الأل بي سي والطريت رد عليهم فيما بعد لما هني أحد المدراء عندهم أخطأ بحقي قال شي عني بطريقة منا لقى فطريت أنا لأ يا جماعة أنا فلات من عندكن رغم أنه أنتو عاملين فيي هيك وهيك 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 أنا طلعت ومحكيت ولا كلمة بس بش ماناتة أتصير لكم معي لأنه في حدا فات سأل هيدا المدير قال له يخيي كيف تتخلوا عن توني خليفة عندكم توني خليفة زلمة أنه كيف تخليتوا عنه قال له فرجيني بكرة بعد ما يفل من عندنا رح يبيع علكي على الدورة ما حدا رح يشغله رح يبيع علكي على الدورة فأولاد الحلال نقلوا لك هالكلمة مش هو ابن حلال اللي نقلي أكيد لأنه مهني عليه مش ممكن ما نقالت أكيد نقالت لأنه هذا الشخص اللي نقلي هيدا الجملة أنا بسده أكتر من حالي وقاله لأنه كان مأهور لأنه بيعرف أنا شو عاطيهم وأنا شو هني شو حرموني منه يعني بالحصرية اللي كانوا أخدينا شو إجاني أنا عروض ومصاري وبيعرف كتير من يحنا ديش كنت أهباط عندهم يعني أنا لما اتركت الـ LBC صرت أعرف إنه في شيء اسمه حساب بالبانك طالع ما معك شيء من الـ LBC طالع بما عاش 900 دولار من الـ LBC بس معك عندك اسم كتير كبير كونته بالـ LBC طالع شهرة شهرتك الـ LBC شهرة ما بينكرة الخبرة الـ LBC ما بينكرة ما بينقاسو بالمصاري ما بينقاسو بس أنا اللي عطيتو كمان بحجم بحجم هؤل إشياء كيف يتبادل أنا ملايين الدولارات عطيتنو عطيوك ملايين الدولارات عملو من توني خليفي لما ياخدوا توني خليفي كانوا شهر على أسواء التسوق بالعالم العربي ياخدوني من بلد البلد 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 بألف دولار بالشهر عرفت بعدين الملايين اللي كانوا عم بيبيعوا توني خليفي فيها يعني توني خليفي ما كان مخسرون أنا وله مرة عملت برنامج بديكور بالأل بي سي كان بره مجي طاولة وكرسي وضوين كنا نطلع من الكافيتيريا على الأل بي سي ما أناك بحاجة لأبهار بلى ليش بحاجة على الأل بي سي بحاجة لأبهار ليه 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 أنا ما كان بدوين عمل لي ديكورات الغيري كنت تطالب بهد الشيء أبدا ولكن نهار كنت تطالب ولا نهار